السلام عليكم الصورة دي من ضمن الصور اللي صورها تليسكوب جيمس ويب وقلبت الدنيا حرفيا لدرجة ان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن هو اللي طلع واعلن عنها بنفسه الصورة كانت لعنقود من المجرات اسمه سماكس 0723 واللي بيبعده عننا 4.5 مليار سنة ضوئية يعني تقدر تعتبر ان عمر الصورة دي 4.5 مليار سنة بس ايه ده؟ مش انت قلت يا شرف ان عمر الصورة دي 13 مليار سنة؟ وقلت كمان انها تصورت للكون بعد انفجاره بمليار سنة بس ايه معلم انت كنت بتخدعنا او ايه؟ اخس كانش العشان تشك فيها بس عشان قلت الثقة المتبادلة ما بيننا دي مش هتكلم عصرها الوقتي وهاخدك وهرجع بيك بالزمن اللي ورا شوية مش معنى يعني التليسكوب اللي بيرجع للزمن مليش نفس ألبرت أينشتاين لما جاه وعمل النظرية النسبية قال ان الجاذبية ما هيش قوة وان اللي بيحصل ان الاجسام التقيلة بتحني نسيج الزمكان والنسيج الزمكان المنحني هو اللي بيرسم شكل حركة الاجسام عليه ومن شكل الحركة ده انت بيتخيل لك ان في قوة بتشد الاجسام دي وبيهيئ لك انها بتسقط بس لان النسيج الزمكان ده في بعد رابع وانت بس يعني يا دوب بتشوف ثلاثة ابعاد فانت مش بتقدر تدرك الانحناء ده لكن ألبرت أينشتاين عشان مش بيبصل الكون بعينيه وبيبصله بالمعادلات قدر يدرك الانحناء ده ونتيجا الاستمتاج ده ألبرت أينشتاين قال ان الضوء هو كمان لما بيعدي جنب جسم وزن التقيل بيحني نسيج الزمكان فالضوء هو كمان بياخد نفس المصاري المنحني وساعتها ما بيمشيش في خط مستقيم يعني ممكن يكون في شوعة ضوء جاي من وراء الجسم التقيل ده والجسم التقيل ما يحجبوش ده بالعكس يحنيه ويخليه يظهر قدامه ويبقى الجسم التقيل في الحالة دي سواء بقى كان نجم أو مجرة أو حتى مجموع من المجرات عمل بالضبط زي العدسة اللي بتجمع الضوء اللي جاي من وراها وتركزه قدامها وسمى الظاهرة دي بعدسة الجاذبية طبعا كل الكلام ده كان نظري وبالمعادلات فقط لحد ما جه السير أرثر إيدنغتون وقدر ان هو يثبته أثناء الكسوف وأصبح ساعتها واقع مسلم به زي حاجات كتير تنبأ بها أينشتاين بالمعادلات وطلعت حقيقة بعد كده ولو حابب انك تعرف كل التنبؤات اللي تنبأ بها أينشتاين والعلم بعد كده جاه وأثبتها فانا كنت عامل فيديو عن الموضوع ده قبل كده اسمه تنبؤات أينشتاين لازم ترجع تشوفه هتحس ان الراجل ده يعني كان معه عصايا سحرية أو بيدرب الودع ما كانش طبيعي بس حقيقة زي دي لما عرفناها كان لازم نستغلها وما فيش حاجة نقدر نستغلها فيها اكتر من السؤال اللي قرق البشرية من ساعة ما ظهرت على الكوكب واللي بيقول ازاي الكون اللي احنا عايشان في ده كله تخلق بس عشان تعرف طبعا تجاوب على سؤال زي ده كان لازم تكون حضارة حفل الافتاح بتاع الكون وعشان الموضوع ده صعب فكان لازم تلجأ للحل التاني وهو ان يكون معاك تسجيل او تصوير للي حصل في الحفلة دي الكون بتاعنا عمره 13.8 مليار سنة وعشان الكون بتاعنا عمره 13.8 مليار سنة فانت كان لازم تختار مجرة بتبعد عننا 13.8 مليار سنة وتصورها عشان الضوء اللي وصلك منها حاليا كان خارج منها من 13.8 مليار سنة لحظة بداية الكون بس وضوء جاي من المسافة بعيدة كده هيبقى ضعيف جدا ده غير انه هيعد بصدم وبغبار كوني وهيقابل مجرات كتير في سكته فهتحجبه وعشان كده انت هتحتاج تلسكوب قوي جدا عشان يقدر يستقبل الضوء الضعيف ده وهتحتاج كمان حاجة تظهر لك الضوء اللي ورا المجرات وتطلعه قدامها وثانك اس جاد اللي اتنين قدنا نعملهم طبعا بلا جدال تلسكوب جيمس ويب افضل تلسكوب يقدر يوم بالمهمة ده بس معلش يعني احنا لسه عاملين تلسكوب ده اول امبارح اكيد سابقوا تلسكوبات تانية امد بالمهمة ده ومن اشهر التلسكوبات اللي امد بالمهمة ده كان تلسكوب هابل لكن تلسكوب هابل ده تلسكوب ضعيف بالمقارنة بجيمس ويب فكان لازم اختار له مكان محترم عشان يصور منه احنا لازم نختار مكان فيه تجمع لأكبر عدد من المجرات والمجرات ده هتبقى بمثابة العدسة اللي هتجمع الضوء اللي جاي من وراها وتنقله قدامها عشان التلسكوب يشوف ومن افضل المواقع ده كان موقع العنقود المجري سماكس 0723 واللي قررنا اننا نصوره مش عشان خاطر سواد عيونه ده عشان خاطر هيقدر يورينا الحاجات اللي وراها وزي ما بيقوله في المثل لاجل الورد ينسي العليق ودي كانت اول صورة يلقوطها تلسكوب هابل للعنقود واللي ظهر فيها مجموعة ضخمة جدا من المجرات كلها في ازمنة ابعد من 4.5 مليار سنة بتوع العنقود الا ان صور المجرات دي ما كانتش واضحة بالقدر الكافي لان الصور دي كانت محتاجة انها تطلقت بالاشعة تحت الحمرة زي ما عرفنا في حلقة جيمس ويب الأساسية وبالتالي الصورة دي تحطت على جدوى الاعمال تلسكوب جيمس ويب عشان يرجع يصورا من جديد واللي بالفعل صورها وتم الاعلان عنها وظاهر في الصورة دي مجموعة كبيرة جدا من المجرات بوضوح اكبر بكتير من اللي صورها تلسكوب هابل والمدهش في الموضوع ده ان الاف المجرات اللي انت شايفها في الصورة دي موجودة في حتة في السمة تقدر تغطيها بحبةة رمل واحدة مسكة في ايدك اللاف المجرات بشمسها وانجومها وكواكبها وأمرها تقدر تغطيها بحبة رمل واحدة انت متخيل باقي حجم الكون وعدد المجرات المتبقية هيكون قد ايه مجرد التخيل واحده بس مرهق الا ان الاجمل من كده ان عنقود اسماكس كان ظاهر في الصورة بالزبط زي العدسة وعلى اطراف العدسة دي الضوء بيتشوه زي ما بيحصل في العدسات الحقيقية لو جد دقات في الصورة هتلاحظ ان في مجرات ممتوطة بشكل غريب ده غير ان كان في مجرات موجودة على حافة العنقود شبه بعض بشكل كبير فتوقعوا ان الصور اللي شبه بعض دي هي صور لنفس المجرة وال Liverpool حصل ان الدوق اللي كان جاي منها اتشوه بفعل العدسة يعني دي ودي المفروض ان هم صور لنفس المجرة ودي ودي كمان برضه المفروض ان هم صور لنفس المجرة طب نتأكد ازاي قالك من البصمة بتاعت الدوق اللي تكلمنا عنها لحلقة اللي فاتت لما جينا نشوف البصمات بتاعت الدوق بتاعت المجرات دي ل integrationمشبه بعض بالملي يعني المجرات دي كان لياه نفس التركيب وبالتالي من المفترض ان الاثنين دول نفس المجرة هتقول لي عادي ما المجرات كلها معظمها شبه بعض والاختلافات منها طفيفة هقولك صح بس دول لقوا كمان ان المجرات دي بتبعد عننا نفس المسافة بالزبط هتقول لي يعني هم معهم متر وراحوا قاسوها او اي كلام يا عام هقولك لا طبعا دول معهم متر غاية في الدقة اسمه الانزياح الاحمر او الريد شيفت الكون معروف انه بيتوسع وبيتمط وبالتالي اي حاجة بتمشي جواه هتتمط هي كمان واللي من ضمنها بصمة الضوء بصمة الضوء اللي جاية من كل مجره بتتمط وهي ماشية المجره الابعد الضوء اللي خارج منها هيمشي مسافة اكبر وبالتالي البصمة بتاعتها هتتمط بشكل اكبر لكن المجره القريبة الضوء اللي خارج منها هيمشي مسافة اقل وبالتالي البصمة بتاعتها هتتمط بقدر اقل يعني كده لو شفت مجردين لهم نفس البصمة وممططين بنفس المقدار معنى كده انه لهم نفس التركيب وموجودين في نفس المكان وده طبعا ما يحصلش إلا إذا كانوا مجرّة واحدة وطبعا لو عايز تعرف أكتر عن الإنزياح الأحمر ارجع برضه لحلقة تنبؤات أينشتاين وتفرج عليها ده حلقة حلوة وبسكر من ضمن المجرّات اللي اكتشفناها في الصورة كانت المجرّة دي إلا لما تأسبع دها عننا بالإنزياح الأحمر لقينا إنها بتبعد عننا 13.1 مليار سنة دوقية يعني الضوء اللي جاي من المجرّة دي عمره 13.1 مليار سنة والكون كله عمره 13.8 مليار سنة فده تعتبر من أولى المجرّات اللي اتكونت في تلخ الكون وبالتالي بقى عندنا فرصة عظيمة إننا ندرسها ونعرف إيه اللي حصل بالزبط في بداية الكون لكن اللي عايزك تعرفه برضه إن مهما كان معنا تلسكوب قوي فإحنا مش هنقدر نشوف التلسكوب قبل 380 ألف سنة من بدايته لإن قبل السنين دي الضوء نفسه كان محبوس جوا الكون صحيح الضوء كان حواليك في كل مكان لكن لو حطيت إيدك قدامك مش هتشوفها ولو عايز تعرف طبعا ليه كلام ده كله كان حاصل ارجع لسلسلة الانفجار العظيم أعلى هسكر برضه الصورة تم الإعلان عنها وبقينا عارفين التفاصيل اللي موجودة جواها لكن لسه ما بحيتش بواحد في المية من الأسرار اللي موجودة جواها ومش هتبوح بأسرارها بالكامل إلا بعد ما تدرس أطياف كل المجرّات اللي موجودة دي واتحللها وده طبعا هيخد وقت وده برضه كان تعليق على الصورة الرابعة وفضل بس صورة واحدة إن شاء الله نقدر نعملها عشان الناس اللي مستنين حلقة الضوء زمانهم يعني بيدوا علينا الوقت أشوفكم بخير سلام